4 مليون دولار في الساعة خسائر العالم بسبب السفينة وهذه الخسائر لا تأتي بسبب السفينة بذاتها وإنما بسبب الموقع الذي جنحت به فأي شرق أوسط هذا الذي أثبت أنه شريان التجارة العالمية ففي وقت بدأ الحديث الدولي عن التخفيف من أهمية الشرق الأوسط تأتي حادثة جنوح السفينة إيفرغرين في قناة السويس لتعيد المنطقة إلى دائرة الاهتمام الدولي وتفتح الباب لمشاريع مائية منافسة تقول الشركة S&P Global Marks إن التداعيات قصيرة المدى لأزمة سفينة إيفرغرين الجانحة هي الانقطاعات المحتملة في وصول السلع الاستلاكية للأسواق وتضرر بعض القطاعات الصناعية من تأخر شحنات المواد والسلع التي تدخل في دورتها الإنتاجية ويقول خبراء إن نحو 45% من حجم البضائع في ميناء نيويورك ونيوجرسي بالولايات المتحدة يمر عبر قناة السويس وتقدر صحيفة الويدزليست البريطانية بأن ما يقارب 9 مليارات 600 مليون دولار من البضائع المعبئة في حاويات تمر عبر قناة السويس يوميا وبقدر ما سلطت السفينة الجانحة الضوء على أهمية قناة السويس فإنها فتحت الباب لدول منافسة لتدخلها على خط الممرات المائية روسيا تريد ممرا مائيا عبر القطب الشمالي حيث قالت إن تعطل الملاحة في قناة السويس يبرز أهمية تطوير الممر البحري عبر القطب الشمالي إيران أيضا تريد إنشاء ممر مائي مر عبرها فلم تفوت الفرصة ودعت إلى ذلك في محاولة للبحث عن أي مشروع يكسر الحصار المفروض عليها لكن المشروع الأخطر والمنافس هو ما يريده الكيان الصهيوني بشق قناة مائية موازية للسويس تبدأ من خليج العقبة وتصب في المتوسط وهو ما يعد في حال حصوله أكبر ضربة للاقتصاد المصري ترجمة نانسي قنقر